السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نشوف مع بعض البرت التاني في الالكتريكال بوتينشيال هنتكلم اول جزء في المحاضرة التانية على ازاي نجيب الالكتريك فيلد من البوتينشيال لو حضارك لاحظت ان كان كل الكلام اللي فات بديلك الالكتريك فيلد هو اللي جيفن سوق بقى يونيفورم من ان يونيفورم بوينت تشارجو هكذا وكنت بطلب منك الالكتريك بوتينشيال المرة دي هعكس بقى لو البيوتينشيال هو اللي عندك وانا طلبت منك تجيب الالكتريك فيلد هنعمل ايه طيب تعالوا نفترض كده للتبسيط هنفترض في البداية ان الالكتريك فيلد كان في الـ x اكسس بس وبالتالي الـ potential difference لو اخدنا قانون بتاعنا العام وعبارها على v-finals وانشها بساو سالب التكامل من الانشاو فاينال e.ds اللي هي بتتفك بدورها لـ e ds كوزين سيتا انا سميت هنا ex على اساس انها مفترض ان المجال في الـ x اكسس بس طيب وما لفين الـ ds لو افترضت ان انا عندي charge هنا بالشكل ده اسمها q تعالوا نفترض اي اتجاه random كده للـ ds يعني واحد ده هيقول لي ممكن افرضها موازية للـ x ما انت كده افترضت ان السيتا بزيرو تعالوا يا عاما نعملها ايه في اي اتجاه بالشكل ده ولنفترض انها بتمير على الـ x اكسس بزاوية اسمها سيتا فبالتالي الـ ds ده يتحل المركبة مع المجال اسمها ds كوزين سيتا ومركبة عمودية على المجال اسمها ds سين سيتا ركز في الكلمة مركبة عمودية على المجال لما يبقى فيه ازاحة عمودية على المجال فالـ potential difference بتاعها بكان بزيرو لان ده equal potential surface فبالتالي المركبة الوحيدة اللي هتشتغل معايا هي المركبة اللي بتوازي لإيه المجال خداك هتلاحظ حاجة ظريفة جدا ان انت لو فارد المجال في الـ x اكسس فالـ ds كوزين سيتا من حقك تسميها dx لانها في الـ x اكسس ازاحتك دلوقتي بقت في الـ x اكسس تسميها dx فبالتالي الجزء اللي بالأحمر ده كله تقدر تشيله وتحط مكانها dx الجزئية دي تكلمنا عليها في الفيديو اللي فات ودلوقتي انا بزبطها لك ليه بقت ds كوزين سيتا نقدر نشيلها ونسميها dx المهم انا معايا دلتا v بيساوي سالب التكامل الكلام ده لو حضاك عايز تحصل على الـ electric field يبقى انت محتاج تطير التكامل فهتشتق طرفي المعاملة هتعمل derivative للـ both sides الدلتا v هتبقى عبارة عن dv dx يبقى الـ ex عبارة عن سالب dv على dx تمام كده بالمثل يا جماعة نقدر نجيب القصة دي للـ y والزد a component كمان هذك حصلت على الـ x component يعني واحد هيقول لي طب يطرر المضاعب المختلف ولا تعال نشوف مع بعض لو افترضنا ان الـ electric field كان في الـ y axis فبالتالي التكاملات دي وهذه شرحنا اسمها q التكاملات دي هتبقى بدل ex بأسمها ey دلوقتي حضرتك هتلاحظ ان الـ ds برضو لو افترضنا نفس الاتجاه اللي كان في المثال اللي فات فبرضو بيتحلل المركبة رأسية بالشكل ده هتبقى واحدة اسمها ds sin theta ودي اسمها ds cosine theta طبعا زي ما حضرتك شايف كده دي عمودية على المجال يبقى ما بتساهمش بـ potential difference الـ potential difference الوحيد اللي هيحصل عندك المركبة اللي بتوازي المجال اللي هي المرة دي في الـ y axis فأقدر أسمي الـ ds cosine theta أسميها d y فبالتالي أقدر أشيل الجزء ده أسميه d y بالشكل ده وبالتالي لما اشتق الطرفين هيبقى d v بيساوي سالب e y d y ومنها الـ e y بيساوي سالب d v على الـ d y حضرتك لو عدت نفس الحدوتة مرة تانية هتحصل برضو ان الـ d v بيساوي سالب e z d z ولو زي اللي فاتت لما جيت قلت لك d v بتساوي ايه سالب e r d r هي من الآخر يا جماعة حضرتك شوف المجال اتجاهه فين وبيبقى displacement في اتجاه المجال لو كان في الـ x axis يبقى d x في الـ z axis يبقى d z لو كانت في اتجاه الـ radial مثلا اللي هو الـ e r فأسميها d r وهكذا تمام كده حضرتك معاك e x e y e z يبقى انت تقدر تطلع electric field as a vector يبقى e x اللي حضرتك جبتها تعود بيها هنا فتجاه الـ i فتجاه الـ j فتجاه الـ k حضرتك العلامة اللي موجودة هنا دي partial derivative التفاضل الجزئي يعني ايه تفاضل جزئي هنفهمها في مثال كمان شوية بس حضرتك بتعمل تفاضل جزئي بالنسبة ل x تحصل على مركبة الـ x بالنسبة ل y تحصل على الـ e y بالنسبة ل z field as a vector من البوتنشيال طيب تعال نشوف كده مثالين خفافة على الموضوع ده المثال الأولاني بيقول لي the potential in a region between x ب 0 و x ب 6 مديني البوتنشيال given ال-v بتساوي a زي bx أهوت مدينيك الايه بعشرة وال-v بساليب سبعة determine عايز يحسب الايه بقى البوتنشيال at x ب 0 و 3 و 6 حضرتك كل اللي حضرتك هتعمله هو عايز البوتنشيال هو مدهالك أصلا جاهزة طيب مطلوب عبيد جدا يعني هي الفكرة ان ال-v بتساوي a زي bx فال-a عندك بعشرة وال-v بساليب سبعة x بالشكل ده كده فكل اللي حضرتك هتعمله هتحط مرة x ب 0 هيطلع ال-v ب 10 ال-x بتلاتة تطلع ال-v بساليب 10 نقص 21 بساليب 11 وال-v بستة هتبقى سبعة في ستة ب42 تطلع يبقى ناتك بساليب 32 فولت بالشكل ده حضرتك حصلت على البوتنشيال لقيت مع ال-x بتتغير من 0 ل 6 ال-v بتتغير وعايز يوصل لك فكرة معينة هنشوفها دلوقتي بعد كده بيقول لك عايز الماجنيتيود والديريكشن بتاع ال-إلكتريك فيلد عند ال-x ب 0 بتلاتة وبستة فأنت قلت لي أنا معي البوتنشيال وعايز ال-إلكتريك فيلد ما روحش أشتق دي هتطلع لي ب 0 يعني أكيد هشتق المعادلة لإيه الأصلية فلما يجي أشتق المعادلة الأصلية فطبعا ده سيبت تفاضله ب 0 ال-bx مشتقت ال-x بواحد يتبقى لي b وما تنساش السالب اللي برة فيبقى الناتج بسالب b سالب b طبعا ال-b عندك بسالب 7 هيبقى سالب في سالب تطلع بموجة ب7 يبقى أنا كده ال-ex طرعت 7 في اتجاه ال-i ولما أجي أشوف هنا هلقيها طرعت برضو 7 في اتجاه ال-i وهنا برضو هتطلع 7 في اتجاه ال-i لأنها لا تعتمد على قيمة ال-x يبقى كلما بدغير في ال-x القيمة معاك إيه ثبتة الحاجتين اللي احنا عايزين نراحزهم أو الحاجة اللي احنا عايزين نراحزها إن ال-electric field عندي هنا قيمة سابتة يعتبر uniform بس البوتنشيال كان بيحصل له ايه أنا ماشي في ال-x axis بس لقيت البوتنشيال كان 10 سالب 11 سالب 32 قيمته عمالة بتقل معايا آه يبقى أنا فعلا ده نفس الكلام اللي احنا متفقين عليه من المرة السابقة طيب بتاع نشوف مثال تاني يمكن ذات شكل المشهور على الجزائية دا بيقول لي over a certain region of space the electric potential في منطقة تمام الفراغ يعني كان عندي electric potential مديني برضو الفي هو اللي given هم تعودين دايما نديك electric field وطلب الفي المرة دي العكس find the expressions for x, y, z components of the electric field over this region في أعلى المنطقة اللي موجودة عندك دا هو عايز x, y, z component بتاعة electric field فاتفقنا ان احنا منجيبها من partial derivative يعني ايه بقى partial derivative دا الفكرة ان ايه x بتساوي سالب التفاضل الجزئي للpotential بالنسبة x هو هو التفاضل العادي جدا بس حضرتك هتحط y z a ثوابت يعني تعال نشوف كده ما تنسوش السالب لان دا ناس كتير جدا ما تنساه يبقى اول حاجة ادي سالب افتح قوس حضرتك المعادلة اللي عندك هنا اشتقها بالنسبة x مع وضع y z a ثوابت يعني مشتقط الخمسة x هنا تبقى بكام بخمسة طب 3x تربيع y y زي زي الثلاثة ما فيش اي مشكلة خالص يبقى 3y وروح اشتق x تربيع اللي هي 2x يتبقى 6xy طبعا طب هنا في x لا y z اي ثوابت يبقى مشتقط بكام بزيرو طبعا لما تدخل السالب ده جوه يبقى سالب 5 زائد 6xy ده كده x component طب لما نيجي نشوف y component هو سالب partial derivative للv بالنسبة y فكل الحلقة تعملوا انه هو ده تفاضل عادي جدا بالنسبة y بس هتضع x والz هم اللي ثوابت لما تحط x وz ثوابت يبقى من نسبة لي مشتقط 5x بكام نزيش السالب طبعا ولما اجي احط مشتقط 5x اللي بزيرو لما اجي اشوف 3x تربيع y مشتقط من y يبقى مشتقط y 1 و3 x تربيع تنزل زي ما هي هنا باشتق من y مشتقط y بواحد يبقى زائد 2 z a تربيع طبعا دخل السالب جوه يبقى تطلع المعادلة بالشكل ده اخر حاجة من نسب z يبقى انا اشتق من نسب z بس هضع x y هم اللي ثوابت فلما اجي اشتق ده كده هيبقى بزيرو مشتقط ده طلع الناتج في الشكل خضرتك معاك x component y component z component بتوع electric field بعد كده بيقول لي what the magnitude of the field at point p that has coordinates كذا فكل اللي حضاك هتعملوا ان انت هات بقى الفيكتور طلع المجنيتود وعوض عن القيمة x y a z تعال نشوف كم ده نعمل ازاي كل اللي حضاك هتعملوا دلوقتي شيل اي اكس اي اي زد اللي حضاك جبتوهم حطناهم او في المعادلة بالشكل ده كده هنيجي بعدك هنعوض عند واحد وزيرو والسالب اثنين كل x شيلها وحط واحد كل y شيلها وحط زيرو كل z شيلها وحط سالب اثنين لما حط y بزيرو فبالتالي جزء ده وده طاره من المعادلة فيتبقى لي سالب خمسة i هنا هشيل x وحط واحد الزد حط سالب اثنين وده خلاص طارد فهتبقى المعادلة بالشكل ده اللي تطلع سالب خمسة i سالب 5 j عايز المغنيتود يبقى الجزء التربيعي لل x component زائد التربيع زائد y component تربيع زائد z component تربيع هو اكيد اسهل طبعا من انا كنت اشتغل عادي وبعدين عاوض يعني عاوضت وبعد كيه جبت المغنيتود حسيت انه ده هيبقى اسهل شوية طبعا لما حسابت دي طلعت معي بخمسة جزر اثنين فولت على المتر الجزء الاخير في محاضر النهاردة بتتكلم على electric potential energy عايزين نتكلم على طاقة الوضع الكهربية لو افترضنا ان انا عندي فيه شحنة هو مسميها هنا مثلا Q2 وعايز احسب electric potential بتاعها هنا فهلاقي ان V2 على D point charge يبقى من حق ان انا اقول على طول انها بتساوي K في Q2 على المسافة اللي اسمها R1 2 طب ايه رايك لو انا حطيت شحنة تانية في المكان ده مش حطيت شحنة تانية في المكان اللي حضاك حسبت فيه الجهد فقدر اقول دلوقتي دي كأنها الشحنة اللي بتتحرك جوه الجهد بتاع Q2 فقدر اسميها يبقى الكلام ده كده قدر انه بيساوي الU مقسم على Q1 اللي الشحنة اللي بتتحرك لو ضرب طرفين فوسطين يطلع لك ان U بتساوي K Q1 Q2 على R اللي ما بينهم طبعا القانون ده بيفكر حضرتك بيه القانون اللي هو بتاع كولوم بس خلي بالك فيه اختلافين مهمين جدا زيه زي الالكتريك كده potential بالظبط الاختلافين اولا ان ده scalar يعني لو شحنة بالسالب لازم تعود بالسالب زي ما حدك شفت قبل كده وتاني حاجة ان هنا R R بس مش R تربيع زي قانون كولوم يبقى ده الاختلافين ان ده scalar وان ما فيش تربيع طيب مدام ده scalar عايزة فهم معنى الاشارات عندي معنى ايه لو افترضنا ان ال Q1 و Q2 اللي اتنين دول كانوا بالموجب فبالتالي حاصل ضربهم او الاتنين بالسالب حاصل ضربهم هيطلع ايه قيمة موجبة فانت عارف ان الشحنتين اللي بالموجب الناتج بالموجب فقال لي ده معنى ايه ان ال U دي بتكون positive وان انا بحتاج ابزل استهلك طاقة عشان ابرنج اللي تشارجز دي ايه together عشان اقربهم من بعض هما بيط الاتنين موجب يبقى بيطنفروا مع بعض فانا هستهلك طاقة عشان اخليهم ايه يفضلوا متمسكين ويعملوا يفضلوا جنب بعض طب لو واحدة موجب واحدة سالب حصل الدربة هيطلع ايه هيطلع عندي بالسالب خلاص كده طب ده معنى ايه ما نعايف ان الموجب والسالب ما بينهم ايه تجاذب يبقى انا بالنسبالي هستهلك طاقة عشان اعمل ايه عشان اكيب اللي تشارج ابارت احاول ان انا افصلهم عن بعض ده معنى ان ال U تطلع بالسالب او ال U تطلع البلوموجب لمجموعة من الشحنات او بنسميها للسيستم يعني السيستم ده اقصب بيه اللي هو مجموعة الشحنات الكهربية اللي موجودة عندك طيب ايه اللي يجرى لو انا كان عندي اكتر من شحنتين يعني انت دلوقتي استنتكتر قناعة شحنتين طبعا عندي ثلاثة هتصرف ازاي في الموضوع ده في حالة الاكتر من شحنتين كل حداك هتعمله هتاخد كل اتنين مع بعض يعني انا لما لحالة الثلاثة شحنات لما اجي احسب اليو كلية هاخد واحد واثنين واحد وثلاثة واثنين وثلاثة فيبقى اليو توتل عبارة عن دا زائد دا زائد دا طبعا اليو لما تيجد عوضها هتبقى الكي كي واحد كي وثنين على الار الما بينهم اللي هي ار واحد اثنين مثلا هنا كي كي واحد كي وثلاثة على المسافة ما بين واحد وثلاثة الكي كي وثلاثة كي وثلاثة على الار بتاعتك القصة دي يا جماعة لا تعتمد على ترتيب الشحنات يعني يعني عايز تاخد واحد اتنين اتنين ثلاثة وعدنين واحدة مش فرق انت كده كده بتاعتمد عامات جمع يعني ومت بتحسب الايه التوتال بتاعك طيب بتاع نشوف مع بعض كده مسألة نحاول نوضح بيها فكرة البوتنشال انرجي يقول اي فور ايدنتيكال تشارج بارتكلز اربع شحنات نقاطية اهيات قدامك مديك الكي وقيمتها بكزا موجود على كورنرز بتاعت اه اه مستطيل ركتانجل ارشون ان فيجر the dimensions of rectangle مديك ال ال والدابلو الابعاد بتاعتها ال ال والدابلو خيمهم بكزا calculate the change in electric potential energy عايز التغير في طقت ال اه الوضع of the system as the particle at the lower left corner in figure is brought to this position from infinitely far away وافترض ان ال other particles remain fixed in a in position يعني بيقولك تعاني افترض ان تات شحنات دول كان مكانهم وديكات ملمان هي تحطت هنا فعايز يحسب بالتغير في طقت الوضع فانت اتغير في طقت الوضع عن وضع النهاية نقص بداية وضع البداية كان ثلاث شحنات بس اللي موجودين عندك وضع النهاية لما شحنا الرابعة ايه اتحطت في lift corner زي ما هو موضح لك هنا فانت بالنسبة لك طقت الوضع للثلاث شحنات دول او system الموجود عندك داي بعبارة عن هتاخد واحد مع اثنين واحد مع ثلاثة وبعد كده تاخد اتنين مع ايه مع ثلاثة يبدل يوناشي قبل ما تبتيت تحسب وتستعجل تعال نحسب الايه اليو فاينال الاول اليو فاينال ان الشحنا الرابعة دي رجعت تاني هنا فبالنسبة لك هيبقى عندك دلوقتي واحد واثنين وتلاثة واربعة وبعدك اتنين وتلاثة اتنين واربعة بعدك اتلاثة واربعة يعني يعود ان انت نفسك امسك الواحد وخلصها عن بقى الارقام بعدك همسك الاتنين وخلصها عن بقى الارقام مايفاش دول اتنين واحد بقى مانت استعملتها قبل كده فيبقى اتنين تلاثة اتنين اربعة وبعد كده ايه تلاثة اربعة يبقى انت دولتي معاك اليو انيشيال واليو فاينال احسب بقى الدلتا يوب ان انت تطرحه من بعض انا ليه قلت لك بقى ما تستعجلش لما تطرحه من بعض تلاحظة فيه عهد Directorة زي الواحد اتنين دي تكرررت مثلا او الواحد 3 ويه اللي 2 تلاتة يبقى انت الدلتا يو هيبقى لك تلات ترمات بس اللي داخل فيها الشحن ال الربعة بالنسبة لك يبقى ده كده بالنسبة لك اللي ايه الدلتا يو لحدها كده حسابك طبعا هدشيال يو هنا تحط ايه حاصد ضرب الشحنتين على المسافة اللي ما بينهم حاصد ضرب الشحنتين где اتنين واربعة المسافة بينهم 3 و 4 المسافة اللي ايه اللي ما بينهم تمام كده يعني التبسيط انت ممكن تاخد طبعا لو عوضنا عن الكيو الكيو ديت هم ميزة في المسألة او السهل هنا ان الشحنات كلها قضي بعض والمسافة اللي هي الواحد اربعة ديت هم دلك دابليو التلاتة اربعة ديليه الال والمسافة اللي هي الاخيرة الاتنين اربعة تبع برعا جزر اللي تربيع زائد الدابليو تربيع هتبع حاجة بالشكل تقدر تاخد التبسيط يعني كيكيو تربيعا مشترك هيتبقى لك المعادلة بالمنظر ده كده فكل الحضاك هتعمله وطعويض مباشر ان انت تشيل الكيب 9.9 الشحنة هو مدهالك الدابليو والال دي كلها جيفنز في المسألة فطعويض مباشر تحسب الايه الدلتايو بتاعتك والمسألة يعتبر خلصت يعني ممكن نحل بقى المسألة دي بطريقة تانية انا شايفي ممكن الطريقة تانية دي الصراحة اسهل شوية بس بيبقى ايه فيها لفة ممكن ما تجيش في بال حد يعني وما سواحد يقول لك ايه انا عايز احسب تغارف تقط الوضع خلص هجيب تقط وضع ابتدائية ونهاية وترحم من بعد بس حضاك لو ركزت شوية انا هو بيقول لك انا عايز احسب تغارف تقط الوضع وده كان وضع البداية اللي هو كان بالشكل ده كده طب انا بالنسبة لي ممكن تغارف تقط الوضع احسبه ازاي زي ما تعلمنا في بداية الشابتر من الدلتا فيه اما هي الدلتا يو هاي اللي بيسأل عليها يا عبادة ما جيب يو في لو وي انيشال diesel طمام ممكن تحسب الدلتا يو في انها اضرب القيو في الايه في الدلتا فيه فاكرين القيو دي كنا ما نسميها ايه الموفنج اتشارج الموفنج اتشارج مين بقى اللي تحرك عندي الشحنة الرابعة اللي كانت في المال اip Ladawar وكانت في المكان ده اللي كان اسمها كيو اربع بالنسبة لنا تمام يبقى الدلتا يو دلوقتي بارetty عبارة عن كيو اربعة في الدلتا فيه طب الدلتا V عبارة عن V final ناس V initial أنا بالنسبة لي دلوقتي Q4 دي مشيت من فين لفين قال لي from infinitely far away يبقى من المالة نهاية لغاية الليفت إيه للوضع ده تعال نسمي الوضع ده X مثلا يبقى V final V X ناقص V ما نهاية V ما هناية طبعا هي بزير وفايت بقى لي V X بس طب أحسب بقى إزاي V X معنى لو جبت V X بقى الدلتا V عندي أضربة في Q4 اللي هي قاية مش رح نتكون لها قد بعض يعني أبقى طلعت الدلتا يوم مساء خلصت ال V X تبقى عبارة عن إيه جهد دي زائد دي زائد دي جمع إيه جابري فيبقى عبارة عن V1 زائد 2 زائد الثلاثة طب ال V عبارة عن إيه مش دي كلها شحنات نقطة بتجيب الجهد بتاعها هي مش موجودة جهد ده هم اللي بيعملوا الجهد بتاعهم هنا يبقى قدر أقول ال KQ1 على R بتاعت كل واحدة عند النقطة دي عند النقطة دي عند النقطة دي فيعني أنت بنسبة لك طبعا الشحنات كلها قد بعض ونفس K المسافات أنا القانون ده بيفكرني بحاجة مش ده هو نفس قانون الدلتا يوم اللي لسه كنا كاتبينه في السلايد اللي فاتت بس أنت ناقص لك إيه ال Q4 أما فعلا لما ضرب الدلتا V في ال Q4 هيطلع للدلتا يوم يبقى أنت فعلا بتعمل نفس الحل بس بشكل إيه بترجمه بمعنى تاني بس أو بتعرضه بشكل مختلف هي نفس الإكوشن بتاعت ال VX أهي لما ضربها في ال Q4 تطلع نفس معادلة الدلتا يوم اللي أنت كنت جابها في السلايد اللي فاتت فالمهم لو حضاك كملتها تاخد ال QQ وعمل مشترك واحد على ال W وبرضو نفس الأبعاد عوض بالأرقام اطلع ال VX أنت معاك الجهد دي اضربها في ال Q4 هطلع الدلتا يوم بتاعتك نفس ال A الناديك في المسألة اللي فاتت طبعا يا جماعة مش محتاجة أقول لك لكن نفس المسألة دي بدلا ما يقول لك بقى هات التغير طاقة واحدة ممكن يقول لك هات لي ال Work اللي لازم عشان تنقل شحنة من المالة نهاية اللي هو ال Lower Left Corner نفس المسألة بالضبط بس بدلا ما يتكلم على ال Delta U تتكلم على ال Work في الحالة دي اطحضاك هتعمل نفس الحل ده أو نفس الحل في السلايد اللي فاتت اللي أنت عايزه اللي أسهل لك يشتغل به المهم من ده تحسب ال Work أو ال Delta U أو أين كان حاجة اللي بيسأل عليها أهم حاجة في الشابتر ده ترتيب القوانين عشان ما تتوش فيها شكرا للحسن استماعكم يا رب يكون الموضوع بسيط والجزء الثالث والأخير اللي هيكلم على Continuous Charge Distribution وي تطبيقات على Electric Potential